بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم متابعية مشاهدية الكرام أنا عمر عبد العزيز وهذه هي قناة الإعلامي عمر عبد العزيز وأنتم الآن تشاهدون برنامج مع عمر قاعدة الوطية الجوية هل ستسقط هذه المرة أم أنها محاولة كسابقاتها من المحاولات الفاشلة هل يوجد داخل القاعدة فعلا مرتزقة ورجال استخبارات أجانب تابعوني بعد الفاصل مع عمر أهلا بكم من جديد في البداية أحب أن أشكر كل المتابعين المتفاعلين أحب أن أشكر المشتركين الجدد وأرجو من الجميع دعمي بضغط زر لايك والمشتركين الجدد أرجو أن يفعلوا خاصية الجرس أكيد بعد ما يشتركوا في القناة طبعا بعد سقوط صرمان وصبراتا والجميل والعجيلات والمنطقة الساحلية هذه الأيام الماضية كل الحديث الآن عن قاعدة الوطية الجوية حكومة الوفاق تحاصر قاعدة الوطية سيتم اقتحام قاعدة الوطية في البداية خليني بشكل سريع نحكي عن أهمية قاعدة الوطية طبعا قاعدة الوطية زي ما أنتم شايفين الآن على الخريطة يعني مكانها فعلا فعلا استراتيجي لا يفصلها عن ساحل البحر سوى خمسين ستين كيلو متر قريبة من باطن الجبل على الحدود التونسية تقريبا ليست بعيدة من الحدود الجزائرية طبعا هي بناها الأمريكان سنة 1942 بمقدورها أن تستوعب وتأوي حوالي سبعة آلاف عسكري القاعدة تستطيع تغطية عمليات جوية في كل ليبيا تقريبا بل في المحيط يعني تونس والجزائر أهميتها الاستراتيجية كبيرة لأن حكومة الوفاق تقريبا ما عندهش إلا قاعدة معتيقة وقاعدة الكلية الجوية في مصراتها فإذا سيطرت على قاعدة الوطية تكون بهذا سيطرت على قاعدة استراتيجية مهمة جدا مما يؤكد أهمية هذه القاعدة أهمية قسوة هو أن قبل شهر تقريبا قدم إلى هذه القاعدة ضابط مصري برتبة كبيرة ومعه مجموعة مساعدة كان الهدف من قدومهم إلى القاعدة هو تركيب منظومة تشويش متقدمة جدا وأحضروا معهم ثلاثمائة جندي مصري لحماية هذه المنظومة هل تم تركيب هذه المنظومة أو لا نحن لا نعلم يقينا لكن يبدو أن تركيبها لم يتم لسبب أو لآخر ويقال أن الثلاثمائة جندي هؤلاء الآن متوزعين في محاور حول طرابلس ربما قتل بعضهم وربما أسر البعض الآخر أما عن وجود مرتزقة ورجال استخبارات في الوطية فلا يستطيع أحد أن يؤكد أو ينفي هذا ولكن لدينا بعض القرائن تدل على أن نعم هناك رجال استخبارات فرنسيين ومصريين وإماراتيين ويقال حتى من الصهاينة موجودين في هذه القاعدة وهذا طبعا ليس غريب ونحن شفنا اللي صار في غريان وكيف هربوا عن طريق تونس ما يؤكد هذا الكلام هو الاتصالات للأيام الماضية من الفرنسيين بتونس وكذلك اتصال محمد بن زايد أيضا بالرئيس التونسي كل هذا يعني الأرجح أنه طلب من تونس أن هي تسمح بأن الموجودين داخل القاعدة يخرجون منها قبل سقوطها عن طريق تونس وهنا معلومة على الماشي طبعا هذا الشيطان محمد بن زايد لما تسمع أنه اتصل برئيس اتصل بحد معناها أعرف أنه من وراه مصيبة كبيرة هيك معلومة على الماشي سريعة جدا يعني ميدل إيست آي الموقع البريطاني كشف في الأسبوع الماضي أنه لما اتصل محمد بن زايد ببشار الأسد وأعلن هذا الاتصال تقريبا قبل عشرة أيام كان تخيلوا إيش الهدف منه هو طبعا المعلن أنه عشان يقول لنا نحن معاكم في موضوع كورونا ونساعدوكم وإنتوا أخوة أشقاء لكن ميدل إيست آي كشف أن هذا ليس هو السبب بل السبب أنه عرض على بشار الأسد ثلاثة مليار دولار بحيث أن بشار الأسد شنيدير أنه يخرق وقف إطلاق النار اللي في إدلب نكاية في تركيا لكن الموضوع خرب لأن بشار الأسد كان طماع طلب خمسة مليار شوفوا الشيطان حسار قاعدة الوطية هذه المرة ومحاولة إسقاطها لن يكون مثل المرات السابقة على الإطلاق لماذا؟ بكل بساطة لأن هناك لاعب جديد في ليبيا غير كل المعادلات هو اللاعب التركي ولا يخف على أحد أن تركيا تبحث عن قاعدة قوية في هذه المنطقة ولن تجد أفضل من قاعدة الوطية الجوية لتتمركز فيها الـ F-16 التركية والقوات الجوية التركية التي تستطيع من خلالها أن تتحرك في المنطقة وزي ما قلت أنا في بث مباشر سابق إن اليوم اللاعب الأساسي في ليبيا هي تركيا وسقوط طرابلس يعني سقوط الاتفاقية اللي بيت تركيا اللي تركيا تعول عليها كثيرا لوجود الغاز في البحر المتوسط كما أن سقوط طرابلس يعني انتصار أعداء تركيا التاريخيين الأوروبيين ودولة الإمارات العربية وأخيرا أيضا كان في خبر أن الفرنسيس تصلوا بالأتراك بشكل مباشر طلبوا منهم مهلا يومين ليخلوا الفرنسيين ثم تقتحم القاعدة أنا طبعا لو سألتوني من وجهة نظري الخاصة بعيدة عن العواطف أنا ما يهمنيش نمسك فرنسيين ولا صهاينة ولا نمسك حد في القاعدة لأن هذا حيترتب عليه أشياء أخرى ربما تكون صعب ليبيا أن تدخل في مواجهة فيها والأتراك كذلك فأنا ما يهمني هو سقوط هذه القاعدة فمش مشكلة خليهم يطلعوا منها والمهم تسقط القاعدة لتتغير جغرافية المنطقة كلها هذا اللي حبيت نحكي لكم عن القاعدة قاعدة الوطية أتمنى أني نكون قدم تلكم معلومات فيها شيء من الحداثة تقبلوا تحياتي عمر عبد العزيز في أمان الله اشتركوا في القناة